ايبا يا فلسطين او يا وين العرب نيمي او يا زينة البلدان او وين ربي يحني منظر من الاخوة العديان وليمو لي طمعين فيه ما نسمح فيك يا غزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأعظم وعلى آله وصحبه أجمعين العرب هم السكان الأصليون للمغرب العربي وذلك منذ خمسة عشر ألف سنة خمسة عشر ألف سنة خمسة عشر ألف سنة العرب هم السكان الأصليون للمغرب العربي وذلك حسب أدلة من علماء الجينات الوراثية وليس أكاذيب المستعمر الفرنسي أو الصهيونية العالمية والحركة الأمازيغية وليدة المستعمر الفرنسي والصهيونية العالمية كما علينا معرفة أن العرب هم الأغلبية الصاحقة في المغرب العربي فكما قلت العرب هم السكان الأصليون للمغرب العربي سكنوا وأكاموا وبنوا فيه المدن والحضارة منذ خمسة عشر ألف سنة وكما ذكرنا في الماضي من أدلة علماء الجينات والجيولوجيا أن مليارات من البشر أصلهم عربي من جنوب الجزيرة العربية وأن العروبة ظهرت منذ عشرين ألف سنة العروبة ظهرت منذ عشرين ألف سنة ثم هاجر العرب غربا من حوالي خمسة عشر ألف سنة إلى الشام ومصر والمغرب العربي ثم أوروبا التي أسسوها ثم إلى العراق إيران الهند وصولا إلى الصين واليابان شرقا مصدر هذا الكلام ليس من عندي بل من مجلة علمية أمريكية اسمها جورنال 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 جناتكس يعني جينات البشرية يعني جورنال الجينات البشرية علماء الجينات البشرية بقلم من؟ ليس بقلم بقلم فريدريك الوينو ثم سلك العرب طريق اليمن جوبوتي أريتيريا سودان مصر ليبيا جزائر المغرب وأسسوا المدن والحضرات في هذه البلاد منذ ألاف السنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر واصالتي تكهن علتي اردسة رابين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ينسكنوا في الفلسطين العربية منذ 15 ألف سنة ووادي النطوف طبعا نطوف كلمة عربية كذلك الأمر غرب الكدس ووادي النطوف وغرب الكدس شاهد ودليل آثاري علمي على كلامي هذا فقد كتشفت آثار حضارتهم حضارة النطوفيين عام 1928 في قرية شقبة الفلسطينية وحسب اليونسكو الآن هذا كلام اليونسكو فكان يوجد نشاط بشري كان يوجد بشر في مدينة أريحة الفلسطينية العربية منذ 12500 سنة طبعا هذا كذلك الأمر يؤكد ما يكون ناعه مرارا وتكرارا أن أول حضارة بشرية هي حضارة عربية بدأت في مكة المكرمة عندما بنى آدم عليه السلام الكعبة ثم انتقلت إلى فلسطين بدليل ما رواه البخاري ومسلم وألاف علماء الحديث والتفسير عن أبي ذار رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله على محمد أي مسجد وضع في الأرض أولو قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة فهذا الذي نعتقده نحن جازمين وطبعا لا يوجد مساجد بدون بشر صح فقال قادي كل إفريقيا الحافظ عبد الرحمن بن زياد قال كنت وأنا غلام مع عمي في كورتاجا نمشي في آثارها ونعتبر بعجائبها فإذ بكبر مكتوب عليه بالحميارية العربية اليمنية مكتوب ماذا أنا عبد الله من الأواس الأواس من اليمن ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا أنا عبد الله من الأواس رسول نبي الله صالح رسول نبي الله صالح وجدوا هذا مكتوب على شاهد قبر باللغة الحميارية عن هذا الرجل الذي أرسله النبي صالح إلى تونس إلى المغرب العربي لنشر الإسلام ونحن نعلم بأن النبي صالح جاء وعاش وظهر من ألاف السنين لأنك عندك سام وبعد النبي سام مباشرة من ألاف السنين سام ابن نوح من ألاف السنين جاء من؟ جاء النبي العربي هود عليه السلام نبي عربي مسلم ثم من بعد هود مباشرة من جاء؟ جاء النبي صالح هذا أكبر دليل أن المغرب العربي لم ينفصل أبدا أبدا عن الوطن العربي الكبير خلال ألاف السنين لم ينفصل أبدا وما اكتشف في مغارض الحماة في اقليم بركان شرك المغرب على بعد 55 كم من مدينة وجدة هو أكبر دليل علمي على صحة ما أكله فقد عثر علماء الجينات وفريق من علماء الأثار الغربيين وباحثين من جامعة أكسفورد البريطانية ومتحف التاريخ الطبيعي بلندن وعلماء من معهد ماكس بلانك الألماني لعلوم التاريخ البشري على هياكل عظمية بشرية تم في جامعة أكسفورد تحديد عمرها بالكربون المشيع ب15 ألف سنة 15 ألف سنة وبعد تحليلها اتضح أن أصلها يعود للنطوفيين وهم عرب من فلسطين أصلهم من وادي النطوف غرب الكدس في الضفة الغربية العربية الفلسطينية وقد تكلمت عن هذا الموضوع في الحلقة المادية وحسب اليونسكو الآن ليس كلامي حسب اليونسكو فإنه كان يوجد بشر بني آدم ناس عرب في مدينة الريحة العربية الفلسطينية منذ 12500 سنة 12500 سنة هذا أكبر دليل العلمي على صحة ما أقوله موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ابن شامس سنة 1070 قبل الميلاد من حوالي 4000 سنة إلى المغرب الأقصى حتى بلغ المحيط وهو يبني المدن والمصانع ثم أقامه في المغرب كذلك جاء الملك الرائش في الكرن الخامس عشر قبل الميلاد أي من 3500 سنة وأخرج العمالكة من عمان سلطنة عمان وسارة به من إلى الشام ومصر ثم إلى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب فقد جاء الملك إفريكايس زمن النبي العربي المسلم موسى عليه السلام من حوالي 3500 سنة فساق البربر من اليمن والشام ووصل إلى مدينة طنجة وأسكنهم المغرب ثم أوطن الملك إفريكايس قبائل كنعان وحمية في المغرب العربي وبنى إفريكيا كذلك أكد القصيص والمؤرخ المسيحي جيروم ولد سنة 340 ميلادية أن الكنعانيين سمعوا أن الكنعانيين هاجروا من فلسطين إلى شمال إفريكيا في عهد من يوشع خليفة النبي موسى عليه السلام كما يقول المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس ولد سنة 500 حول سنة 500 ميلادية أن الكنعانيين هاجروا إلى مصر ثم إلى شمال إفريكيا في زمن النبي موسى أي من حول 3500 سنة وكان يستدل بنقش مكتوب باللغة الكنعانية وليس الأمازيغية موجودة قرب مدينة عين البورج في نوميديا في الجزائر فماذا يقول النقش؟ يقول النقش إننا نحن كنعانيون وليس أمازيغ وكان المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس يصف المغاربة بأنهم أبناء عمومة الكارتاجيين الكنعانيين يعني كلهم عربي كما يقول نقش آخر نحن بنوا كنعان هكذا النقش موجود نحن بنوا كنعان وليس أمازيغيون هذا كلام النقش وليس كلام المستعمر الفرنسي المحرف لتاريخ المغرب العربي واليوم الصهيونية العالمية والحركة الأمازيغية وليدة الصهيونية العالمية أما الكاتب النوميدي أبو ليوس أبو لياس يعني ولد سنة 125 ميلادية فقد روى في كتابه الحمار الذهبي أن مربيه كان يتكلم اللغة الكنعانية فقط ويرفض أن يتكلم باللغة اللاتينية برغم من أن كان الرومان والبيزنط يحتلون ويستعمرون المغرب العربي فقد رفض أن يتكلم باللغة اللاتينية وتكلم فقط باللغة العربية الكنعانية يقول القصيس المشهور جدا أغسطين أغسطين الذي ولد سنة 354 ميلادية عندما سألت الفلاحين في ريف الجزيرة اللعنة يتكلم عن الكرة عن الضيعة في ريف الجزيرة يعني العرب وصلوا إلى الريف وهذا دليل أنهم السكان أصليون عندما يسألهم أو سألهم القصيس أغسطين من أنتم؟ أجابوه نحن كنعانيون هو لم يقولوا نحن أمازيغ ثم يذكر القصيس أغسطين إذا سألت أحد سكان النبع الآن النبع في الجزائر والتي بناها العرب الكنعانيون كذلك الأمر عن هويته يسأل سكان النبع في الجزائر عن هويته سيقول لك أنه كنعاني وليس أمازيغي وعندما سألهم القصيس أغسطين من أين جئتم؟ أجابوه من الشاب؟ من فلسطين جئنا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القصيس أغسطين بنفسه كان يتكلم اللغة العربية الكنعانية التي استمرت إلى الفتح الإسلامي وقد تفاهم العرب اسمعوا لي هذا تفاهم العرب مع بربر المغرب العربي بكل سهولة تفاهموا مع بعضهم البعض بكل سهولة وتكلم بربر المغرب العربي عند الفتح الإسلامي اللغة الفصحة بعد أسابيع فقط لأنها لغة عربية البربرية لغة عربية كما أقول الآن العرب احتلوا كمنعلم وسكنوا هم لم يحتلوا إسبانيا لأن إسبانيا هم الذين بنوها من 3003 300 سنة بناها الفنيكيون إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا وإيطاليا إلى آخره العرب بقوا في وبنوا الحضارة في الأندلس 800 سنة 800 كورون وكذلك البرتغال وإيطاليا وفرنسا يعني حكموها خلال 400 سنة وعندما زال الحكم العربي في إسبانيا وفي البرتغال وكذلك في الفرنسا وإيطاليا ماذا تكلم شعوب هذه البلاد؟ هل تكلموا العربي؟ هل فرض العرب اللغة العربية عليهم؟ هل قام بتعريبهم؟ كما يزعمون الآن؟ لا تكلموا لغة بلادهم اللاتينية كذلك العرب يعني حكموا إيران وحكموا الهند وباكستان وأذربجان وحكموا كذلك الأمر جنوب روسيا ووصلوا إلى الصين عندما انسحب العرب وزال حكم العرب في تلك البلاد هل تكلم اللغة العربية كل هؤلاء الشعوب شعوب تلك البلاد أما تكلموا لغتهم المحلية تكلموا لغتهم المحلية طيب لماذا ما زال الشعب العربي في المغرب العربية تكلموا اللغة العربية؟ إن لم تكن لغته الأصلية إن لم يكونوا عرب أصلا صح؟ فكما قلت عند الفتح العربي كانت الكنعانية العربية ما زالت مستعملة في كل أنحاء بلاد المغرب العربي فعندما جاء العرب تفاهموا معهم وتواصلوا معهم بالفصحة ثم تعلموا بربر المغرب العربي الفصحة في خلال أسابيع وأصبحوا يتكلمون اللغة العربية الفصحة بكل طلاقة لأنهم عرب بالأصر بالأساس كانوا عرب هم عرب يتكلمون اللغة العربية كذلك ذكر المؤرخ بروكوب بروكوب اللاتيني أن البربر كانوا يوصفون بماذا؟ الآن هذا مؤرخ لاتيني بروكوب كانوا يوصفون البربر في المغرب العربي بالفلسطينيين كانوا معروفين بالفلسطينيين من ذكر هذا الكلام؟ ذكر هذا الكلام المؤلف محمد مختار العرباوي صفحة 294 في كتابه البربر عرب قدامى وهو تونسي لنرجع إلى ملوك اليمن وهجرة ملوك اليمن إلى المغرب العربي فكذلك الأمر فقد سارى الملك ذو الأذعار وهو مشهور جدا لأنه شقيق الملك فريكايس فقد سارى هذا الملك إلى المغرب في حوالي سنة 1500 قبل الميلاد يعني من 3500 سنة كذلك الأمر والذي قل عنه يعني ذكره المؤرخون وأخوه الذي ساقق العام حتى ألغطت في السياق بالبربار حتى ألغطت في السياق بالبربار سانتوكيشتاف القرى الرابعة من الجزائر في بلاد الجزائر يقول انتروغاتي ريستيكي نوستري كي سوانت سألت أهل الريف أهل الأرياف ما تشي تعنى با يعني ما وش المدينة ما وش المدينة من أنتم كي سوانت من أنتم أجاب الفينيقيون نحن كنعانيون هذا أكبر شاهد أكبر تعريف ذاتي للهوية تعنى في القرى كذلك من الأدلة الأخرى أسماء الملوك فهي عربية منها ماسي نيسا واسمهم السن مسن سنة من الكبير السن نحن نقول أي شيخ الشيوخ ويغرطة اسمه عربي كذلك الأمر من الغرطماني أي جميل الوجه وأبو يغرطة كان اسمه مستعين بعل أي مستعين المستعين بالله وبعل كلمة بعل مذكورة حتى في الكرآن وكما ذكرت اسم حفيد ماسي نيسا الثاني العرابي وهذا لا يحتاج للشرح ويذكر الباحث فرانسوا دوكري أنك لو سألت فلاحي تونس من أين أنتم سيجيبونكم بلهجتهم الفينيقية نحن كنعانيون فينيقي عربي تيفينا اللغة الفينيقية هي من اللغات القديمة الكتب القديمة كان تكتب الفينيسيين الزراب الزيجبسيين حتى أسماء المواقع والقارات هي أسماء عربية قديمة كتبوا للأمازيق اللغة الجديدة بالحرف الثنيقي في تنقاع في تنقاع اسمه بالحرف الثنيقي والثنيقيين عرب الفينيقيين عرب فينك باللغة الشحرية تعني المستطلعين الباحثين عن المرعة أو المأكل أو المشرب الجيد فينكيين كانوا بحارة في منطقة الخليج وانتقلوا غربا إلى البحر الأبيض المتوسط فهم عرب من الجزيرة العربية ترجمة نانسي قنقر كل الصعوب توحدت إلا أنا كل الجهود تكاتفت إلا أنا كل الشعوب توحدت إلا أنا كل الجهود تكاتفت إلا أنا أنا الذي أدمي أنا أنا الذي أخذ أنا أنا الذي أدمي أنا أنا الذي أخذ أنا يا أمتي 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 قبل بيكون فيها مخير وهو موجودين واللي أكد الكلام هذا ذكروا بكتور عارفين بيخشي الهكسوس مثلا أخذ الهكسوس كل الناس يعلمون الهكسوس تاريخ كله هكسوس الهكسوس عرب من لغتهم وآلهتهم وأربابهم وهم كانت مدلتهم اسمها هوارة العاصمة هور أو هوارة وهم بقوا حتى الآن في قبائل هوارة المنتشر في شمال أفريقيا من ليبيا إلى ميلاد شنقيت التي تسمى بالاسم الروماني موريتانيا طبعا اسمها شنقيت موريتانيا اسمه روماني لاتيني فهذه هوارة ترجع إلى مدينة هور عاصمة الهكسوس وهم عرب لن يقاش في هذا يلعنونهم وقالوا أحمس أخرجهم ويكونوا ما يسمى الإقليمية المصرية غارس هذا الكلام معذرة في التعبير الأجانب لكي يفصلون بعضنا عن بعض كما ذكر ابن خلدون والبلاذوري والمسعودي وكثير من المؤرخين أن الملك اليمني ذات الأذعاء أخوه إفريقيا وصل إلى المغرب قبل أخيه إفريقيا وفي هذا الصياق يقول المؤرخ نشوان الحميري وأخوه إفريقيا وارث عرشه حتف العدو وجابر المتاح ملك بنا في المغرب إفريقيا وأحل فيها قومه فتملك ما حولها من بلدة ونواحي كذلك فقد ذكر كل المؤرخين العرب المسلمين أن إفريقيا اسم إفريقيا جاء من اسم هذا الملك إفريقايس وهو فرقايس فرقايس أصبحت إفريقايس أصبحت في اللاتينية إفريقايس ثم في حوالي القرن العاشر قبل الميلاد طبعا يعني من أكثر من ثلاث ألاف سنة بنى الملك العربي يمني ياسر ابن ينعم مدينة كرتاجا وبالمناسبة اسمها ليست كرتاجا هذه ترجمة لاتينية سوف نتكلم عن هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله كمستوطنة بنى كرتاجا كمستوطنة سبائية فنيكية بعد أن ساقى أحفاده الفنيكيين من لبنان جاءوا من لبنان كما بنى الفنيكيون العرب كل مدن المغرب العربي كل المدن في المغرب العربي بناها الفنيكيون العرب الذين جاءوا من لبنان وسوريا وذلك منذ حوالي 3500 سنة 3000 بدءا من 3500 سنة بعدها سار الملك العربي اليمني أبي كارب أسعد إلى المغرب العربي في الكرن السابع قبل الميلاد يعني من 200 سنة أكثر من 200 سنة واستقر في المغرب هو وعرب من الحمياريين والكحتانيين وفي هذا يقول شاعر بني أسعد ومنا بأرض المغرب جند تعلقوا إلى بربر حتى أتوا أرض بربر ثم توالت الهجرات العربية إلى المغرب العربي من اليمن والعراق والشام ومصر في الكرون التالية قبل الميلاد وبما أن المغرب العربي هو البوابة الغربية للوطن العربي الكبير والضامن لأمنه القومي من غزوات الهمج والأوباش والرعاع والمتوحشين القادمين من أوروبا لذلك حافظ أجدادون العرب خلال آلاف السنين على أمن المغرب العربي وسارعوا لتنظيفه من رشس الرومان الوثنيين والبيزانت والإفرنج خلال الفتوحات العربية الإسلامية زمن الخليفة عثمان بن عفين رضي الله عنه والتي شارك فيها كبار الصحابة وأولاد الصحابة منهم الحسن والحسين وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم أجمعين وعبد الله بن الزبير وحطموا وانتصروا على جيش البيزانتين والإفرنج كما قتل عبد الله بن الزبير ملك البيزانتين جورجير ثم تبيعها هجرات كما نعلم من بني حلال وسولايم وقبائل عربية كثيرة أخرى لنهاية القرن الخامس عشر ميلادي ولم تتوقف إلا في القرن السادس عشر في نصف القرن السادس عشر لأن في القرن السادس عشر بدايات القرن السادس عشر هجر كثير من العرب كما نعلم من إسبانيا خلال محاكم التفتيش والإجرام وكل المجازر التي ارتكبها الإسبانيون بحق العرب والمسلمين فتوقفت في القرن السادس عشر عندما سيطر على البحر الأبيض الأسطول العثماني وعلى المحيط بحر المحيط من سيطر عليه الأسطول الإسباني هنا توقفت كل الهجرات العربية إلى المغرب العربي فكما رأينا فإن الهجرات العربية من الجزيرة العربية ومن اليمن وكذلك من الشام سوريا وفلسطين والعراق بدأت منذ خمسة عشر ألف سنة خمسة عشر ألف سنة وكما شاهدنا فقد هاجر العرب النطوفيين من فلسطين إلى المغرب العربي منذ خمسة عشر ألف سنة ثم ثلاث هجرات عربية كبيرة توقفت في القرن السادس عشر كما قلت كذلك الأمر لا ننسى بأن السكان الأصليون للمغرب العربي هم العرب هذا بأدنى شك حسب الأدلة العلمية لعلماء الجينات والجيولوجيا وكذلك علماء الليسانيات واللغات بالمناسبة وليس أكاذيب المستعمر الفرنسي وأكاذيب الصهيونية العالمية وأكاذيب الحركة الأمازيغية وليدة الصهيونية العالمية والذين يحاولون تحريف تاريخ المغرب العربي في وقتنا هذا وينسبون كل إنجازات وكل المدن التي بناها أجدادنا العرب الفينيكيون والكنعانيون والعموريون قبلهم ينسبون ويحرفون النسب العربي لكل هؤلاء الأقوام العربية التي بنت جميع المدن في المغرب العربي وبنت الحضارات في المغرب العربي ينسبونها زورا وبوتانا لشعب وهمي اخترعوا من الأوهام والأشباح وأطلقوا عليه اسم أمازيغ فيجب أن نوقف هذا التحريف والمس بالنسب العربي لأجدادنا العرب الذين بنوا المدن والحضارات في المغرب العربي وكذلك هناك أمر مهم اليومي أنهم ماذا يفعلون الآن؟ ينشرون مئات الأكاذيب على الشابكة على الإنترنت وفي التلفزيون وينشرون كل هذه الأكاذيب بأن تلك الأقوام وتلك الشعوب العربية من عموريين وكنعانيين وفنقيين كانوا أمازيغ والملوك كما قلت كما رأينا ملوك العموريين كشيشناك أو ملوك الكنعانيين كانوا أمازيغ وهذه كلها أكاذيب وأباطل لا أصل لها في العلم أو في التاريخ أو في الآثار لم يعثر علماء الآثار على شيء اسمه أمازيغ لغة أمازيغية عملة أمازيغية مقتوب عليها بالأمازيغي حضارة أمازيغية شعب أمازيغي أبدا أبدا فلينتبه المواطن المغاربي في الجزائر في تونس في المغرب بلد المغرب ينتبه من هذه التحاريف وهذه الأكاذيب والأباطل التي يفبركها كل يوم من؟ الحركة الأمازيغية والصهيونية العالمية كما رأينا لنتوقفنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر